ما هي إفادتك للتاريخ في هذا التاريخ؟ للتاريخ أنا أقولها الأول مرة حقيقة بعض اتصال صلاح جوش في 26 واحد وكان غير دافع عن أنه لم يسرق هذه الأموال قال لي يعني الوضع لا يمكن يستمر هكذا ما رأيه؟ نحن يعني يجب أن يسهب النظام فقال لا أنا أفتك للجيب أن يكون هناك حوار لبقاء رأس النظام وزهاد معظم القيادات الصفة الأول والصفة الثانية فطلب اللقاء وتم اللقاء في أديس أبابا جاه هو سر لم يكن استأذى من الرئيس النظام وتم اللقاء وحضر اللقاء دكتور عبدالله حبدوك وحضر اللقاء أيضا ما هو إبراهيم وكان اللقاء صريح وتمتعج من صلاح لأنه ارتكب جرائم وأنه قتل الناس واعترف بأنه هذه أخطاء وهو سوف يقف وقتل الشباب السوداني في الشارع وأصدر أمر وهو معنا في أديس أبابا وذلك اليوم بوقف كل العمليات الضرب أو استخدام السلاح وأيضا رفع الحصانة عن قتلت الأستاذ أحمد الخير أحمد الخير وسأل سؤال قال ما رأيكم لو حضرس المقلاف السودان فسأله مو إبراهيم وقال له ومن البديل فقال ما رأيكم أنت يعني هو ما رأيكم بين أقلال العسكري وكذا فلد مو إبراهيم قال لا يمكن أن نبدل عسكري بعسكري آخر شكرا